بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل برنامج المذكرات أحمد الكاتب تذكر الحلقة التاسعة عشرة صدام نمر من وراق وبرنامج عراق اليوم يبحث عن حسين كان لدينا في منظمة العمل الإسلامي في العراق في تلك الأيام قبل أربعين عاما تقريبا تحليل ساذج وسطحي للنظام العراقي أنه نمر من وراق كما كتبت ذلك في كراس في الكويت وأنه يقوم على الخداء بوسائل الإعلام الهائلة التي يملكها فإذا عرينا النظام بواسطة الإذاعة التي سيطرنا عليها في عبدان بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران كنا نتوقع أن الجماهير العراقية ستبادر إلى الثورة وهكذا بدأت أكتب كل يوم تحليلا سياسيا عن النظام العراقي وأموما حول الثورة يعني وذلك بعد نشرة الأخبار في إذاعة عبادان التي انتقلت إلى طهران بعد ثلاثة أشهر أسلط في هذا المقال الضوء على النظام العراقي بصورة مركزة يعني ولأن العلاقات الإيرانية العراقية كانت لا تزال خضعة لاتفاقية الجزائر عام 1975 فقد طلبت مني إدارة الإذاعة بأن لا أتعرض مباشرة إلى العراق فأخذت أكتب بصورة عامة ولكن أيضا مركزة على النظام العراقي من دون ما أجيب اسمي يعني حتى أن أحد المدراء قال لي يوما بأن ذهنه يتبادر بسرعة إلى العراق بالرغم من عدم ورود اسم العراق في المقال وبعد ثلاثة أشهر انتقل القسم العربي إلى طهران وبدأنا نبث من هناك والتحق بنا عدد من الأخوة العراقيين من مختلف الأحزاب الذين أخذوا يعدون البرامج والمقالات والمسرحيات الساخرة وعندما حلنا شهر رمضان المبارك في السنة الأولى قررنا بالتنسيق مع رئيس القسم الدولي السيد سليماني أن نبث برامج إلى الصباح طول الليل يعني كان البرنامج ساعات محددة فقط كل يوم ولكن لم يكن يوجد موظفين يسهرون على بث البرنامج وينفذون الخطة فأوكل سيد سليماني إلى أحد الأخوة اللي هو فاضل غريب الجبوري أن يشرف على بث البرامج المسجلة من قبل يعني فقط يجلس على محل البث ويحط شريط ويشيل شريط وأقام هذا الأخ ستوديو خاصا به في البيت وأخذ يسجل ما يشاء من المقابلات والبرامج ويذهب إلى الإذاعة ويستبدلها بالشريط المعاد من قبل ولا من شاف ولا من درى كما يقول المثل ولكن المدير العام للأقسام الأجنبية سليماني سمع بذلك بعد فترة وهو ما لم يخطر على باله يوما خلال عمله الطويل في الإذاعة اللي دائما كل مقال لازم يوقع عنده أشخاص حتى يذهب إلى البث فلم يدري ماذا يفعل وأخذ يسعد السلم وينزل ولا يدري ماذا يقول وعندما حل شهر محرم بعد سنة تقريبا من الثورة عملنا برنامجا خاصا ثوريا باسم إراق اليوم يبحث عن حسين وهو نفس أنوان الكراس الذي أصدرته في الكويت قبل سنوات وما أن بدأ البث حتى بدأت الاتصالات تنهمر على مدير الإذاعة العام السير قطب زادة الذي أصدر أمرا فوريا بإيقاف البرنامج نهائيا ولكن لم نستسلم رغم أننا لم نكن موظفين من خارج ولكن الحالة الثورية في إيران تلك الأيام كانت متشابكة وأدنى علاقات وصداقات فكنا نتصل فيهم وهم يتصلوا بالمسؤولين وبقطب زادة فبدأنا اتصالاتنا الخاصة مع أصدقائنا في مختلف الدوائر ولا سيما بيت الشيخ المنتظري وعاد قطب زادة فاتصل بنا بعد ساعة وقال خففوا البرنامج قليلا ولكن الاتصالات استمرت معه وتواصلت فعاد ليقول بثوا ما تشاءون ولكن ارفع الضغط عني ريحوني هذا رغم أننا كنا مجرد مجموعة متطوعين أراقيين نعمل مجانا وبصورة غير رسمية ولكن طبعا ثورية في الإذاعة والتلفزيون وأتذكر ذات مرة جاء سفير إيران في بغداد السيد دعائي إلى الإذاعة العربية في طهران وطلب منها تخفيف حدة اللهجة ضد العراق كما نكل لنا أحد الموظفين اللي كان هو الدكتور محمد علي أذرشب بأن وزير الثقافة الإيراني يعترض على برامجنا ما مرتاح عليها وعلمت من خلال أحد الأشخاص اللي هو السيد مرتضى قزويني لا يزال موجود في كربلاء هذا الآن الذي طلبت منه إجراء مقابلة ضد صدام وهو كان على وشك لقاء مع الإمام الخميني فعلمت أن الإمام الخميني يرفض أيضا تلك الحملة الإعلامية فقد سأله القزويني شخصيا أنه أسوي مقابلة ضد صدام ضد العراق فنصحه الإمام الخميني بعدم إجراء المقابلة كما أخبرني هو عندما خرج من لقاء الإمام ولكننا في ظل الفوضى الإدارية في بداية الثورة لم نكن نبالي أو نستمع إلى أحد وكنا نحاول تنفيذ مخططنا في إثارة الشعب العراقي ودفعه نحو الثورة تحت شعار اليوم إيران وغدا العراق وقد انضم إلى حملتنا السيد محمد الشرازي الذي هاجر من الكويت إلى إيران وأخذ يصدر البيانات المتتالية ضد صدام وتقريبا هو أعتقد أنه سيكون هو قائد الثورة في العراق هكذا يعني أحسست من نزوله بقوة في إصدار البيانات ضد العراق وسمعنا أن بعض الناس كانوا يضعون صوت الإذاعة الراديو في مكبرات الصوت في النجف وكان من الواضح أن الإذاعة كانت تشكل ضغطا كبيرا على النظام العراقي المرتبك الذي كان يحاول أن يرد على ما نقول كل يوم بكتابة مقالات في صحيفة الثورة صفحة كاملة ولذلك اعتبر بعض المحللين الإذاعة العربية سببا من أسباب اندلاع الحرب بين العراق وإيران وربما كان على حق ونظرا للظروف الأمنية في العراق وإيران فقد استخدمت اسمي الحركي القديم أحمد الكاتب في توقيع التعليق السياسي اليومي ومع ذلك لم تسلم عائلتي في العراق من الملاحقة والأذى فقد قام النظام بتهجير والدي وإخواني وأخواتي واحتجز أخي محسن الذي كان يخدم جنديا في الجيش العراقي تحت عنوان عوائل غير مرغوب فيها بالرغم من أن جدية ثانية الحاج حبيب كان يحمل شهادة جنسية عراقية أثمانية فئة ألف وليس لدينا أي سجل إيراني وليس لسنا واحدنا فقط أي واحد حتى مدير الأمن العام فاضل براك صرح في مجلة ألفباء بأن أي واحد يحب إيران فهو إيراني ومع استقطاب الإذاعة العربية للمستمعين في العراق وأنحاء العالم العربي أصبحت الإذاعة محل اهتمام حزب الدعوة الإسلامية في العراق الذي بدأ أعضاؤه يهاجرون إلى إيران شيئا فشيئا وحدث نوع من المنافسة والاحتكاك بين كوادر منظمة العمل والحزب الذي كان يمثله الشيخ حسيني الكوراني اللبناني والشيخ محمد علي التسخيري وبعض الكتاب الآخرين مما دفعني إلى الانسحاب من الإذاعة بعد مضي حوالي سنة من المشاركة فيها وقبل بدء الحرب العراقية الإيرانية وقد أصدر الإمام الخميني ذات يوم بيانا أو برقية موجهة إلى أستاذ محمد باكر الصدر يطلب منه البقاء في العراق بعد أنباء إن سمعها عن نيته بمغادرة العراق إلى إيران وقد نشر هذه البرقية أو هذا البيان نشر هذا البيان في الإذاعة الفارسية وترجم إلى العربية ضمن القنوات الرسمية ولم يكن لأي أحد من الأخوة أي دخل فيه وقد شكل البيان المفتوح صدمة لشهيد الصدر ولكل من سمعه إذ أنه كان يحمل معنى توكيل الإمام الخميني للصدر وإعداده لقيادة الثورة في العراق يعني يضمن مما أخاف النظام العراقي كثيرا فبعدر إلى اعتقاله ثم أطلق صراحة ثم تفاوض معه ثم فرض عليه لقامة جبرية ثم أعدمه أخيرا بعد عام وقد تحدثت عن ذلك في لقاء مفصل عن ذلك قبل حوالي ستة أشهر وحاول أعضاء في حزب الدعوة كالسيد حسين الشامي رئيس الوقف الشيئ السابق في العراق في كتاب له تحميلي وتحميل أعضاء من الضمت العمل المسؤولية عن إذاعة مقابلة مع الشهيد السيد محمد باكر الصدر وذلك خلافة للحقيقة التي كانت تتلخص في قيام شاب نجفي قريب من حزب الدعوة أو كان في حزب الدعوة لا أعرف يدعى السيد محمد حسين الهاشمي كان يعمل في صحيفة كيهان قام بإجراء مقابلة تلفونية مع الشهيد الصدر أثناء احتجازه بعد بث برقية الإمام الخميني له فعبر فيها الصدر عن صدمته من البرقية ونفى فيها نيته لمغادرة العراق وطبعا شكر الإمام وأيد الثورة وبكل قوة وجاء هذا الهاشمي جاء بالشريط وبثه بالتنسيق مع مدير القسم الدولي أو المدير الجديد للقسم العربي لا أتذكر بالضبط بثه في الإذاعة العربية ولم يكن لي أو لأحد من أعضاء منظمة أي دخل فيه هذه بعض الذكريات عن الإذاعة في القسم العربي في طهران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله وبركاته